عبا تنست يا قرآن تنزيل وعلى النبي فرادت لك ترتيل دعوتنا لله لا شريك له له الوجود له الأخرى له الأولى عبا تنست يا قرآن تنزيل بسم الله الرحمن الرحيم عزاء المشاهدين حياكم الله والتحايا مفاتيح القلوب وحيكم بالتحية لطالما كمنت في الصدر كمون النار في الحجر ثم وفتكم في هذا البرنامج كعبير السحر تتنفس في لقائكم شد الريحان والورد والمسك والعنبر وحيكم بتحية الإسلام وهي السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللقاء يتجدد والمسابقة تستمر ومع حلقة جديدة ومع أول المتسابقين وهو المتسابق عاصم محمد إرشاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا بسم الله ورسوله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض أن تحبق أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم نشكر المتسابق عاصم محمد إرشاد على هذه القراءة الطيبة ومع لجنة التحكيم الشيخ جاسم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما شاء الله تبارك الله عليك يا أخي عاصم قراءتك كانت طيبة ممتازة وكان صوتك مناسب للأداء وصوتك جميل جدا وكنا نتمنى أن تراعي بعض الأمور لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من المتقنين فعندنا مسألة الياء والوقوف عليها نعرف بأن الياء فيها الرخاوة جريان الصوت فيها يجري فيها الصوت بكمالي لما تقف عليها وهي مشددة يجب إيش أن تأتي بجريان الصوت النبي لا بد أن يجري فيها الصوت ما نحبس الصوت ونقف عليها نعم الوقوف كذلك على كلمة لبعض حرف الضاد لا بد أن تأتي بصفة الرخاوة كذلك ومن الصعوبة أن نقف على حرف الضاد وقبله ساكن فيصعب الأمر أكثر لهذا يحتاج إلى تركيز فجزاك الله خير ترعي هذه الأمور وبارك الله فيك ونتمنى كل التوفيق إن شاء الله تعالى جزاك الله خير يا شيخ جاسم شيخ مصعب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما شاء الله تبارك الله قراءتك يا عاصم قراءة خاشعة يعني الذي يستمع إليك يعني يحس بالخشوع يعني من التلاوة ولكن يعني هناك بعض الأمور يعني الفنية في التجويد إن شاء الله تعالى يعني تنتبه لها مثلاً حرف الجيم في ولا تجهر يعني خرجت معك مثل حرف الدال قلت ولا تجهر تد يعني كانها قريبة من الدال وذلك بسبب أنك يعني أخرجت الحرف يعني ليس من وسط اللسان لأن الجيم تخرج من أين وسط اللسان أنت أخرجتها من الأمام قليلاً فكأنها أصبحت قريبة من الدال في هذه الكلمة بالخصوص وكذلك هناك ملاحظة أخرى وهي حرف الصاد يعني من صفة الصاد التفخيم وكذلك الإطباق يعني مثلاً في كلمة فوق صوت النبي أنت تقرأه فوق صوت النبي صوت يجب مراعاة التفخيم مع الإطباق وكذلك يعني تكررت معك عدة مرات والقراءة في مجملها قراءة طيبة وفقك الله لكل خير وزاك الله خير يا شيخ مصر شيخ ناس الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد عاصم قرأت قراءة طيبة ما شاء الله مباركة جيدة وكان فيها الصوت الحسن والأداء الطيب وأنا ما عندي ملاحظة عليك حقيقة إلا بعض الأمور القليلة تحقيق الكسر في قوله تعالى إن وعند لم تحقق الكسر في الهمزة وفي العين اه أو عه هذه ليست عه ولا عي ولا عه عه ليست بحركة اي عند إن تحقق الكسر وكذلك صوت الغنة دخل في بعض المدود عندك واعلموا واعلموا هذا الصوت يصاحبه غنة لا ينبغي أن يكون في المد وأن تعتني كذلك بمرتبة التفخيم مراتب التفخيم العصيان كلمة العصيان مثلا وفي أكثر من كلمة مرت وقرأت كلمة مغفرة كأنك فصلت بين الميم والغين وبين الفاء والراء والتاء مغفرة مغفرة كان هناك فترة زمنية بين الغين وما بعدها فيجب عليك أن تقرأها كلمة واحدة دون قطع في نصفها نعم الغين ساكنة وتعطيها مهلة لكي تخرج من مخرجها لكن لا تبالغ ولا تقطع الصوت وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيما وهبك ورزقك من هذا الصوت الحسن والأداء الندي ساك الله خير يا شيخ خانس متابعين الأحباب دعونا نتعرف على درجة المتسابق عاصم ومع لجنة التحكيم ما شاء الله ثمانية 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 عاصم ثمانية 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 شكرك مستانس ما شاء الله رب يوافقك إن شاء الله متابعين الأحباب انتهينا من المتسابق الأول لحلقة اليوم ومع المتسابق الثاني وهو حسن طاه القلداري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر ويعقوب الموت إذ قال لبنيهما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون مشاهدين الكرام نشكر المتسابق حسن على هذه القراءة ومع لجنة التحكيم شيخ أنس الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد المتسابق حسن بن طاها إذا كالله خير على هذه القراءة الهادئة المسترسلة لكني كنت أحب أنك يعني تتفاعل مع القراءة تحرك بها قلوب المستمعين النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحسن النص صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله كيف؟ هو يتفاعل مع الآيات وغيره يسمع هذا الصوت هذا التفاعل أيضا تأثر بالقراءة فلو يعني طورت من أدائك والصوت الإمكانية موجودة عندك وواضح أنها موجودة كذلك قراءتك تمتاز بالنفس الطويل نفسك ما شاء الله كان مضبوط وعندك مساحة نفسية يجب أن تستغل هذه المساحة بالأداء الأحسن من هذا وحرف العين عندك مبعا جبني ومن مخرجه المضبوط كذلك حرف إزاي ومن مخرجه المضبوط تعتني بهذه الحرفين تحديدا وأترك الملاحظات الأخرى للمشايخ حفظهم الله وأسأل الله أن يوفقك وأن يفتح لك وعليك نزاك الله خيرا شيخ جاصن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد نزاك الله خيرا على هذه القراءة طيبة يا أخ حسن أما ما نتمنى أن تراعي وأمور متعلقة بالصفات وبالذات الحروف الساكنة يعني مريت على كلمة وإذ يرفعوا الذال حبس فيها الصوت والذال من حروف الرخاوة التي يجري فيها الصوت ما نقول وإذ يرفعوا ما نحبس الصوت في الذال وطبعا تكررت عندك عدة كلمات فيها الذال ساكنة ورحت أنت سكنت قطعت الصوت في حرف الذال وبالنسبة كذلك إلى الراء ومن ذرية حبست الصوت في الراء الراء يجري فيها الصوت باعتدال يجب مراعاة الصفات وبالذات ما يتعلق بالصوت هناك حروف يجري فيها الصوت باعتدال و هناك حروف يجري فيها الصوت بكماله يجب مراعاة هذه الأمور التجويدية وبارك الله فيك و جزاك الله خير و نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خيرا شيخ جاصم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المتسابق حسن طه كأنك تقلد أحد من القراء تقلد مين يا حسن بالسليق هاشي خمس يقلد مين منهم لا أشوف يقلد يعني قريب من أحد أمة الحرمين يعني اللهم لأنهم أكثرهم يقرون على نفس الوتيرة يعني يصير التشابه من كثرة السماء نعم من كثرة السماء فالقراءة يعني طيبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك ونصيحة يعني أنك تنوع من اللي تسمع لهم القراء يعني تسمع لأكبر عدد من القراء حتى يتنوع عندك الأداء وطبعا قراءتك فيها بعض الملاحظات التجويدية التي تنتبه لها إن شاء الله تعالى منها حرف حروف الصفير السين والصاد والزاي ذكر الشيخ أنس حرف الزاي والسين والصاد كذلك إضافة إلى ما ذكره الشيخ أنس يعني أنت تخرج السين من الشفتين تقول مس مس فتخرج غير صحيحة لا علاقة بالشفتين في مخرج السين مس مسلمين طيب وكذلك الصاد وكذلك ملاحظة أخيرة بالنسبة لتحقيق الكسرة في بعض الكلمات مثلا كلمة إبراهيم أنت تقول أي يعني بين الفتحة وبين الكسرة وتكررت معك في كلمة إسماعيل وإسحاق أبناء إبراهيم عليه السلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي من علمك القرآن الكريم وجزاك الله خير يا حسن على هذه التلاوة الطيبة جزاك الله خير يا شيخ مصعب على هذا التعليق حسن جاهز حق الدرجات مشاهدين ومع درجة المتسابق حسن ومع لجنة التحكيم يا حسن ستة سبعة ستة ستة سبعة ستة نشكر المتسابق حسن طه القلداري على هذه القراءة الطيبة ومع المتسابق الثالث لحلقة اليوم وهو عمر سمير محمد حياك الله يا عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس أفأنت تكره الناس على الذين لا يعقنون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تؤمنون وما تغني الآيات أفأنت تكره الناس أفأنت تكره الناس أفأنت تكره الناس أفأنت تكره الناس وأفأنت تكره الناس وأفأنت تكره الناس فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أحباب الكرام نشكر المتسابق عمر سمير محمد على هذه القراءة الطيبة الندية ومع لجنة التحكيم ومع الشيخ جاسم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد نشكرك أخ عمر على هذه القراءة الطيبة والصوت الجميل وأمر متعلق بالأداء وسبغنا أن ذكرناه من قبل لا بد يكون عندك تصور قبل ما تقرأ أين تقف لا تقرأ هكذا عشوائيا لا تدري أنت أين تقف أي مكان أحيانا يكون الوقف مثل ما ذكرنا من قبل يكون الوقف قبيح هم؟ هذا أمر مهم لازم تدرب على هذا الشيء أنت تقرأ لازم تعرف وين بتقف بعد ذلك من أين تبتد هذه أمور أساسيات في القراءة هذا أمر أمر آخر متعلق بالصفات وقفت على كلمة الأرض قلت أون؟ والصوت ارتفع عندك في الخيشون في حرف الراء هم؟ لا بد من مراعاة الصفات و بالذات المتعلقة بالصوت هذا هو جزاك الله خير و بارك الله فيك و أحسن الله إليك بزاك الله خير لشيخ جاصم شيخ أنس الحمد لله رب العالمين و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وبعد قراءتك يا أمر قراءة متأنية و قراءة جميلة لكنها ينقصها بعض الأمور المكملات والمحسنات مثل ما ذكرنا من قبل التفاعل مع الآيات و قراءتها بطريقة تصويرية هذا لو أضفته إلى قراءتك لكانت أجمل مما تفضلت به من القراءة و مسألة الوقف الابتداء التي أشار إليها الشيخ جاصم حيث الله مثالها كوقفك على قوله فلا أعبد كيف فلا أعبد صير يعني فلا أعبد فلا أعبد الذين تعبدون إذا كان ولابد أنت لو وقفت على فلا مع أن الوقف غير مستساغ هنا لكن أفضل من أن تقف على فلا أعبد هذا على سبيل المثال و كذلك فخمت الصوت في قوله تعالى جميعا من قبل تكلمنا عن التقليل من يقلل أو يقرأ جميعا و عكسه أن تفخم زيادة عن اللزوم جميعا إلى أن تصبح يعني قراءتك تميل إلى اللهجة العمية لا فتح فقط تفخيم صوت مفتوح جميعا دون تقليل و دون إمالة و دون تفخيم زيادة و قوله تعالى إِن كُنتُمْ إِن كُنتُمْ إِذَا ضَمَمْتُ الشَّفَتَيْنْ الغنّة أصبحت واوًا لأن خرج عندك صوت الواو إِن كُنتُمْ كُوْ لَأْ إِن كُنتُمْ هكذا و ما تبقى من الملاحظات أتركه للشيخ يعلق عليه وأسأل الله لك الرفعة و السداد و أن يفتح لك و عليك أسأل الله خير لشيخ هنس شيخ مصعب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قراءتك أخ عمر قراءة طيبة مباركة أعجبني في قراءتك الاستقرار و الثبات و الثقة بالله عز وجل أولا ثم الثقة بالنفس فهذا أمر يعني يُحسب لك وهذا هو أساس التعلم يعني الأساس أنك تكون واثق و ما تخاف فهذا هو الأساس لكن يعني هناك بعض الأمور يعني التجويدية نذكر بعضها باختصار مثلا مثلا حرف القاف أنت ذكرت في الإخفاء الذي قبل حرف القاف قلت عون فخمت كثيرا ثم عندما وصلت للقاف قلت عون قغم يعني نزلت رتبة التفخيم لا الإخفاء إذا كان الحرف الذي بعده مفخما يعني تقترب من رجل التفخيم لكن ما يكون التفخيم أعلى من الحرف واضح؟ طيب و كذلك من بعض المسائل يعني حرف الكاف و التا فيهما صفة الشدة الشدة يعني ماذا؟ حبس الصوت في نفس الوقت فيهما صفة الهمس يعني جريان النفس النفس أو الهمس صوت يسمعه القريب دون البعيد يعني عندما تقف ولا يضر نحن لا ندعو هذه حرف تا ولا كاف يضر يجب أن تخرج الهمس يضر يعني على حسب جهورية الصوت إذا كان صوتك جهور كثير فيطلع الهمس شوي أقوى إذا صوتك يعني مكتوم يكون أقل وفقك الله لكل خير بارك الله فيك وفي من علمك القرآن الكريم أزاك الله خير شيخ مصعب على هذا التعليق مشاهدين ومع درجة المتسابق عمر ومع لجنة التحكيم مشاهدين مثل ما شفنا سبعة سبعة ستة سبعة سبعة ستة عمر عندك تعليق؟ راضي إن شاء الله بإذن الله مشاهدين الكرام طبعا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم على الخير التقينا وعلى مائدة القرآن ارتقينا فلا يوجد أحد خاسر ما دامه مع القرآن الكريم الكل إن شاء الله ناجح والكل فايز غدا إن شاء الله نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة